بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي يعلم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نهاردة بإذن الله جماعة نتكلم عن كتاب ايه كتاب? الوافي. الحمد لله كتاب وصلني من مؤلفين الكتاب. شكرا جدا بجد. على الدعم الفني اللي عندكم يعني. بالنسبة لكتاب الوافي يا جماعة هو بيجي تلت اجزاء. هوره لكم تلات جزاء جزء اول جزء التاني جزء التالت. تلات عبارة عن ايه جزء عبارة عن تعبير قصة اه تعبير بلاغة قراءة وكتاب الايام اللي هي القصة يعني. وجزء عن الادب والنصوص وجزء ايه جزء للنحو. طيب بالنسبة اول حاجة يا جمال الكتاب اي كتاب بتكلم عنه اول حاجة بتكلم عن حاجة غريبة جدا محدش بتكلم عنها غير يعني الا وهي الورق. نا بتكلم عشكل الورق او تصميم الكتاب من جوه. اه بصراحة في ميزة وعيب كده بالنسبة لي يعني بتكلم عن وجهة نظر الشخص ايه. اول حاجة للعيب بالنسبة لي هو نوع الورق. يعني نوع الورق ده يا جماعة. اه بيزديقني شوية اللي هو نوع عارفينه بيقى غامق شوية كده وبيقى خفيف. مش خفيف قوي يعني بس بيقى خفيف كده. بيستفزيني شوية انا لما اجي اكتب على الورق ده او استعمل الورق ده. اه مش بيكون مريح اوي زي ورق مثلا كتاب الامتحان. عارفين اتقل شوية كده. فنوعية الورق دي هي بصراحة يعني يعني يعتبر عيب بالنسبة لي في الكتاب. ان هما لو يهتموا شوية بس بعد كده بنوعية الورق هيكون افضل بكتير. لكن في حاجة عجباني جدا بقى. قالوا هي تصميم الكتاب من جوه. تصميم الكتاب من جوه مريح. لو بصنا بص على الكتاب من جوه مريح. يعني هو حرفيا لحد الوقت ودي اول مرة شوفها اقرب كتاب شكله جوه يعني مريح لكتاب الامتحان. يعني هو بالنسبة لي حتى عدى كتاب كيان وعدى بعيد الكتب في حتة الراحة اللي جوه دي. بجد راحة الكتاب من جوه او الشكل من جوه او تصميم من جوه. ونوع الخط مش عايف نوع الخط ده اسمه كاليبري تابين ولا تهومة مش عايف نوع الخط اسمه ايه. يعني معظم الكتب بيستخدم تايمز نيو رومان او بيستخدمه اريا العادي يعني. انما نوع الخط هنا يعني مش عارف بالزبط بس هو مريح. مريح جدا وواضح. فدي اهل حاجة في الكتاب. صح كتصميم. مريح جدا ويعني يشكر وجد على حركة زي دي. وحاجة تانية عاجباني في الكتاب مميزات بقى الكتاب. ان هما اسمين الادب والنصوص في كتاب لوحدهم. ودي حاجة حيلا وصلاحة ان هما فرع كبير. لو ركز ده هنا في الكتاب عبارة عن تعبير والقراءة والبلاغة وكتاب ايه وكتاب الايام. الحمد لله كل حاجة مشروحة جواه بالتفصيل. دي احسن حاجة. يعني كل حاجة مشروحة بالتفصيل. كل الدروس مشروحة. وبعد كل درس في تدريبات كتير متحددة. احلى حاجة تدريبات متحددة في الكتاب ده كتير جدا. ودي حاجة عجبتني بسرعة وبهارتني في نفس الوقت. في حاجة لاحظتها بس اولا وهي القصة. دي حاجة ما عجبتنيه شوية. القصة مش جايبينها كلها. يعني مثلا جايبين الفصل التاسع. ملخص الفصل التاسع. واجيبلك الملخص بتاعه وفي الاخر اسئلة. عجبتني الاسئلة وعجبني الملاحظة كل حاجة بس انا كنت عايز الفصل نفسه. فالفصل نفسه مش موجود. كقصة يعني مش موجود جواه. اه مش عارف ايه السبب بس عموما هي كتاب يعني كتاب اللي هو بتاع بتعبيره القراءة البلاغة لكتاب ايام. جميل جدا. اسألة البلاغة حلوة. والقراءة والقصة وكل الحاجة دي. واحلى حاجة في الكتاب بروه دي ميزة مهمة جدا ان الكتاب مش اسأله سهلة ولا صعبة. اسأله فوق المتوسط. متوسطة فوق متوسطة مش اللي هي عارف الاسئلة اللي هي خزعبلية بقى وبيعجزك لأ اسئلة بتيجي في الامتحان ان هو مستوى اللي امتحان بالزبط في الكتاب ده. ده حاجة عجباني جدا. سح يشكروا عليها. بالنسبة يا جماعة لك الكتب التانية عندنا هنا الادب والنصوص. بصراحة في الادب مبدعين جدا. يعني دي حاجة عجبتني بصراحة. الادب الابداع وصل لان هما مسلا هتلاقي كل سمة بيكتبها لك من سمات اي مدرسة او البعث او الرومانتكية او اي حاجة هتلاقي لحت السمة دي يجيب لك ابيات عنها كتير لأ كتير قوي يعني. فالابيات دي بتديك بقى فكرة اللي هو ايه انت شايف السمة قدامك وشايف الافكار بتاعتها من ابيات شعرية. حاجة جميلة جدا. والتدريبات بصراحة عجبتني جدا. ده غير النصوص المتحررة وحاجة كمان من الحاجات اللي عجبتني. ان الكتاب يعتبر الاسئلة اللي فيه او النصوص اللي فيه مش موجودة بقية الكتب. يعني فيه اس اي كتير جدا بالقاءة متشابهة بين كتب كتير بدون ذكر اسماء. لكن هنا الاسئلة يعني متفردة عارف يعني متفردة نوعا ما مش موجودة في بقية ايه في بقية آآ الكتب تقريبا يعني فحاجة جميلة جدا عجبتني بصراحة بالنصوص آآ والادب. الاخر حاجة بالنسبة لناحو برضو من احلى الحاجات اللي عجبتني ان الشرح بتاعه جميل. الشرح بتاع الدروس جميل. وبصوا تصميم يا جماعة الكتاب من جوة. كاسئلة لأ حلوة جدا بصراحة مريح للعين والاسئلة كتير. وفوق كل ده مجاب كله. يعني بصوا وراء كل الاجابات موجودة. فبصراحة كشرح وكاسئلة كنوعية اسئلة عالي جدا. عالي يعني اللي هو مش عارف صعبة بقى وكده لأ. بس بصراحة لو حد قال لي مسلا اعتمد على الكتاب ده يكفي ولا? اه يكفي. بصراحة يعني يكفي. آآ لكن نصيحة زي ما انا بقول في كل فيديوهاتي بتاعت الكتب حاول تخلي معك كتابين. حتى لو واحد فيهم بيدي اف حتى. بحيس ان انت ايه? بحيس ان انت يعني لو حليت درس من هنا. تحاول تبص علي من الكتاب التاني تجمع بس كده الافكار وتشوف الدنيا عامل ازاي. عشان ما تحتملش هكتاب واحد بس. بس هو بصراحة ككتاب يعني جميل جدا. هلعل حلو على اليوتيوب ولا اه بصراحة مش عارف هي الفكرة بس في ديء الوقت بصراحة. حلوتي بنحلي كتاب كيان على اليوتيوب. وكتاب الامتحان ده غير بيان برضو بنحل فيه. ده غير اولة وتانية وتالتة عدادي يعني اولة وتانية وتالتة سنوي فمش عارف هل هنلحق نحله ولا لأ. لكن هو انا هحاول يعني هحاول ولو حتى ما حادش ممكن هحل اسئلة المهمة. بس اتبعونا بازن الله وان شاء الله هنشوف ان ايضا نعمل ايه. بس كده. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد الله لا لا انت. ناس تغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تانية البركتو.